الكتاب والسنة النبوية ويحل أمير المؤمنين بهذا المجلس العلمي الذي يصدق فيه قول الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عيده إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد مولاي أمير المؤمنين السلام على جنابكم والآل الشريف ومقامكم الصامي المنيف حفظكم الله وأعز أمركم وأيدكم برحمة منه ويسرني أن أقدم إلى جلالتكم أسمعات الشكر والتقدير والامتنان على دعوتكم الصامية للمشاركة في دروس الحسنية وعلى دوركم مقيادي الفقال في خدمة الأمة الإسلامية تغمر السعادة المسلمين في بلد سريلانكا عندما نرى إنايتكم بشؤون المسلمين وقد انتشرت شرقا وغربا حتى امتدت إلى جنوب آسيا وإننا هناك نرى في سياستكم المبنية على وسطية والأتدال نموزجا لنا ونحن مدعوون للتعايش مع المختلف الأجناس والديانات كما أتشرف بأن آرد درسي هذا بأنوان كيف نكون أمة مثالية في ضوء القرآن والسنة مولاي أمير المؤمنين إن من جمائم الكلم التي أوتيكم جدكم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال الناس معاد كمعاد فد والدهب خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه رواء مسلم كما رواء البخار باختلاف يسير يقول الطيب في شرعه على مشكات المصابي فقوله الناس معاد المعد مستقر والمستوطن من أدنت البلد إلى إذا توتنته والمعنى الناس متفاوتون تفاوتا مثل تفاوت المعاد الدهب والفضة أسأل الله تعالى أن يعيدكم وينصركم وأن يحفظكم وسائر أفراد أسرتكم ملوية شريفة وشعبكم أن يديم على دولتكم نعمة العمر والسلام والاستقرار السمة الثالثة الوحدة والبعام والتسام والاحترام تلد تاءة في الأحمية وحدة الكلمة فبالتاءة تتلاءم الأمة تتماسك وتقوى السلة بينهم جميعا سواء بين الراء والرعيته وبين الرآيا بعضهم بعضا فبذلك تتحقق وحدة الأمة وقوتها فإن الله تعالى ربت بين التاءة وقوة الأمة فقال وأتئوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريهكم واصبروا إن الله مع السابرين ولكذ أسنى الله في كتابي لا وحدة أسهاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك منه فضل نظيم فقال تعالى واتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم عداء فألف بين قلوبكم فأصبأتم بنعمته إخوانا وقال أيضا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ولا مبالغة في القول بأن مدار الدين الإسلامي ومحوره هو الوحدة والإتلاف والجميع تكالف الدين تدور حول هذا المحور وفي العبادات يحدث الإسلام من أحد مقاصده بالتشريع السلاة وأدائها بالمسجد فمضل السحابة جهودهم القصوى في إيسال الخير للخلق وقاموا بإنفاق أموالهم لعزيزة وأنفسهم نفيسة في سبيل الله وفي إقامة الدين وإله كلمته كما قال الله تعالى إن الله شرى من المؤمنين أنفسهم وأنبالهم بأن لهم الجنة كما اشتشدوا في سبيل الله تجلت لهم الجنة بنعيمها كأنهم يرونها رأي عين فهذا أنس بن نظر تقدم يوم أحد وهو يقول إني أجذريها الجنة من دون أحد وقال أنس بن مالك فوجدنا به بضع وسمان ضربة وفي ختام كلامي أسأل الله العلي القدير أن يباقف أمير المؤمنين ويديم عليه نعمة الصحة والآفية ويسدد خطاء في خدمة الإسلام والمسلمين المقام العالي بالله والختم من مولانا أمير المؤمنين إن الله من نائكته يصلون على النبي يا أهل الذين آمنوا صلى الله عليه وسلم سينا أهل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صرت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وذلك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صرت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك بإزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين درس ديني جديد من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية ألقاه بين يدي أمير المؤمنين الأستاذ محمد رضوي بن محمد إبراهيم رئيس جمعية علماء سيرلانكا ويتقدم الأستاذ المحاضر للسلام على جلالة الملك كما يتقدم للسلام على أمير المؤمنين الشيخ محمد مدني طال خليفة الشيخ منطقة طال خادم الحضرة العمرية بسنغال والأستاذ محمد أكرم الندوي أستاذ بمعهد السلام بأكسفورد في بريطانيا والأستاذ الحاج عبدالله المشري من علماء مريطانيا والأستاذ أمان برهان الدين لوباس رئيسة مجلس العلماء لشؤون المرأة والشباب والأسرة كما يتقدم للسلام على جلالة الملك الأستاذ داود دونيس غريل أستاذ بجامعة إكس مارسيليا وعضو مؤسسة الدراسات والبحوث حول العالم العربي والإسلامي في فرنسا والأستاذ علي عقوب عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء لفريق بن نيجر والأستاذ مصطفى إبراهيم رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء لفريق بغانا والشيخ محسن بن موسى الحسني رئيس رابطة علماء المسلمين بأمريكا اللاتينية في برازيل والأستاذ الحسين جاكيتي عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء لفريق بمالي والأستاذ عبدوادود ولد عبدالله الهاشم وهو عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء لفريقه بموريطانيا ترجمة نانسي قنقر